خلية سيدة الخضراء قناة تليجرام بتفاصيل جوش الكترونية شنو علاقتك بها الخلية أهلا وسهلا بيك سيد هارون و بقناة الرشيد و بجمهوركم الكريم الحقيقة أكيد ما لدي علاقة بيها لا هي ولا غيرها من الخلايا وهذا الأسلوب هو أبعد ما يكون عنه لكن للأسف بعض الأطراف حاولت خلال فترات ماضية أن تلسق بعض الاتهامات هنا أو هناك بمكتب رئيس وزراء وبيئنا شخصيا والحمد لله القضاء العراقي هو اللي كشف هذه الخلية وهو اللي فضح المسؤولين عنها وللأسف المسؤولين عنها سياسيين كبار يفترض أن يكونوا يتحملوا المسؤولية ويفترض أنهم في فترة من الفترات كانوا في مستوى عالي من المسؤولية وسلطة القرار لديهم مؤثرة في كل العراق ومع هذا يلجأون إلى هذا النوع من الألعاب شيء مؤسف حقيقة يعني هذا ثبت التحقيقات كانت واضحة طبعا هذه الخلية طبعا انتماء الخلية هذه الخلية إلى مجموعة من السياسيين حاولوا بشكل أو آخر أن يوحوا بأنها هذه الخلية قريبة من مكتب رئيس وزراء من خلال الرصد الفني تبين أيضا أنها قريبة من من داخل منطقة الخضراء بالفعل داخل منطقة الخضراء فكانت هناك شكوك عندما تم التعمق في التحقيق يعني كما وصلني أنا شخصيا من بعض الأخوة الأصدقاء عندما تم التعمق في التحقيق تم التوصل لأن هذه الخلية تبث من بيت سياسي كبير جدا في العراق كان يشغل منصب سيادي في البلد وكان ينوي بشكلنا أو آخر هو وفريقة كانوا ينوون استخدام هذا الموضوع في الانتخابات بشكل يعني تسقيط هنا أو هناك وكل بثهم كان يبدو أنه يحمل بعد ما يدعم الحكومة ولكن كل هذا كانت أكاذيب لا أجيد خلينا نوقف عند هاي القضية